بعد نهاية مباراة تونس وموروتانيا اللي انتهت بفوض المنتخب التونسي خمسة واحد الحماس عالية عندنا مية وتمانين درجة وقلنا خلاص واضح ان كاسا العرب بالنسبة لنا هاشايلين حاجة حلوة المنتخب العراقي والمنتخب العماني هيقدموا مباراة جميلة ومعروفة بالنسبة لنا كمصريين ان موضوع العراق عندنا حتى تانية خالص من ايام ريس راحل صدام حسين واحنا بنحب العراقيين وبنحب اي حاجة تخص العراق وقنا بنشجع منتخب العراق ايام يونس محمود والجيل التاريخي اللي كان موجود عندهم بس بعد الجيل ده المنتخب العراقي نزل ولسه لحد دلوقتي بيحاول ان هو يطلع تصفيات كاسا العالم الاخرى العراق كان مواخد مركز سايا جدا في المجموعة بتاعته تقريبا كان قبل الاخير فالعراق كان بيعاني معانا غير طبيعية في التصفيات فالدليل بالنسبة لعراق مش واضحة فيه مدير فن جديد فيه لعيبة بيقال ان هم اطعاموا من المنتخب الاولمبي ليل فريل الاول وجايين هنا يلعبوا في كاس العرب في قطر ومنتصر ان المنتخب العراقي قدم ماتشو كويس قدام منتخب عمان المنتخب المحترم جدا بس كلنا مصراحة اتفاجئنا لان المباراة كانت قليلة جدا اكتر مما توقعنا يعني كلنا كنا متوقعين انه ماتشو كويس بس الاسف القورة جات ودت لعنا دماغنا ودت لعنا دماغنا المنتخب العماني قدر ان هو يحصل على ضرب الجزاء يرد عليه المدافع بتاع المنتخب العماني يعمل ضرب الجزاء اغرب يعني انت كاسبان وبقى خلاص ديجين دلات عمان شو انت بتلعب حداشر ولانت بتلعب عشر عشان خلاص واحد خد انزارين في ديجتين حاجة معلم مفيش اي مشكلة خالص طب غلام المنتخب الاولمبي للدارة دا لو انها باش انا عالي دلاتين سانة يعني مفترض ان هو من العناصر القديمة في المنتخب العراقي بس المنتخب العراقي ومنتخب العماني كانوا محوش لنا كده الحمس والقصرة الاخد ديجتين ضرب الجزاء تلعبت الحرس صدها الفار قال لك الحرس متقدم نرجل نرجع تاني الراجل بتاع منتخب العراقي نزل للملعب حرفيا عشان خاطر يغير الراجل اللي ضايع ضربة الجزاء يقولون لها ماتشوتش تاني ابو سيرك ماتشوتش تاني سيبها الواحد غيرك وفعلا فيش في لعب تاني ينفس ضربة الجزاء وتم يحرزها عزيزي ما عليش في موضوع اللي اسمها بقى موصلنا للحفلة بتاعت الفتاح اللي كانت كاملة جدا بالنسبة لنا عجبتني جدا الحفلة لان هي كانت بتدل على اصولنا احنا العربية لان الحفلة ما كانش فيها ركوصات اجنبية ولا حاجات تبهر اي حد جاي يشوف حاجة جديدة بالعكس تماما الموضوع بدأ عندنا احنا وانتهى عندنا احنا بالاصالة وبالرسائل الخافية اللي كان بيديها منظمين الحفلة وكانت لسالة بصراحة محترمة جدا ورسائلة هدفة جدا ده اللي فهم بقى علشان خاطر يجي نتفرج على البراط قطر والبحرين قطر بطلة اسيا 2019 والبحرين بطلة كاس الخليج الاخيرة بس لو انت تفرجت على قطر بطلة كاس اسيا 2019 هتعرف ان فليكس سانشيز ما بيحبش الكرة جميلة او مش بيعمل كرة جميلة او مش بيقدم كرة جميلة ده بجانب طبعا التخطيط العبكاري اللي عمل الاتحاد القطري بتلعب كوبا امريكا؟ تب تلعب مع البرتغال ولكسنبورجو وبولندا ومش عارف ايرلندا وتلعب مع مين؟ الراجل حرفيا بقى له تسعى ماتشاط عملت غير وعملت عادل والمقرار الوحيدة اللي قدر انتصر فيها هي النهاردة قدوم المنتخب البحريني فانت خليت كذلك المنتخب بسم الله ما شاء الله فاقد شخصية فاقد للثقة ان منتخب معزوز جدا لان هو خلاص يعني الشغل القديم كان اربعة ثلاثة ثلاثةSw pas de 2 بعدها ثلاثة 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 فلس بيلعب بال الثلاثة خمسة ثلاثة 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 literature القطري في ملعبه وسط جمهوره وبيقدم جيم دفاعه وقدم المنتخب البحريني اتعود يا باشا يا باشا ما قالهم تسعة ماتشات بيدافعوا يعني جات على النهاردة ويطلعوا يجب طبيعي ان اكتلال منتخب القطري بيدافع لان انا زي ما قلت لك هو فلكس سانشيز بيحب جدا موضوع لاجبات المرتدة يا باشا ده خد كاس اسيا بالاجبات المرتدة اساسا وقلم عفيف وحسن هيدوس والمعز علي هم اللي جابوله اساسا البوزولة بالاجبات المرتدة بجالب اللعيبة الشمال الافريقيين اللي تم تجنسهم للمنتخب القطري زي خرخي بيعلام وزي مثلا لعيب زي بسام الراوي اللي كان مادم مستعاد كبيرة جدا وزي بيدروا وكان قبلهم سبستيان سوريا لا يا باشا القطب في التجنس ما تعرفش ابوها يا كده كده في التجنس اي حد بيطلع قويس بيجنسوا فشوفنا مباراة كنا متوقعين ان المنتخب البحرين هينزل اعمل لماتشة هجومي وفعلا قد كان فرقة السيد سوزة عملت مباراة هجومية مميزة جدا بس الاسهب الشريط غاب هنا على التوفيق الشوط الاول وغاب عنها كمان ان هي كان بتاخد اجماعات مرتدة كتير لولا تقلق والحارس بتاعهم السيد سيد محمد جعفر الرجل كان متقلق جدا وانحية التامية طبعا سعد الشيب الرجل برضو من نجوم منتخب قطر وبردو من رجل بيشيل منتخب قطر بس سعد الشيب مجاش عليها جماعات كتير برغم برضو من المتخب البحريني كماس القرى بس ما كانوش عارفين يوصانو للجون يعني كده كده كلها وقفة قدام الجون مش اتعدى باشا فحنا هضينا جاينا نلعب مرتدات بس اقف مرعبنا وعلى وسط جمهورنا والامير حاضر بس جاينا نلعب مرتدات بس احنا تعودنا باشا على الوقت بقى لنا تلات اربع سنين بنلعب مرتدات بس فبراحياتكم الجماعة من المرتدات بس واحمد بتاع بقول لك ايه عبقرية من فريكس سانشيز عشان خاطر هو سجل هلأ فيرجع يدفع عاش وعاش التطبيل والله يستعال سن هو من اول مواطشة بيدفعش بس عادي عام احمد انت بسم الله ان شاء الله ما طولوا مصور التطبيل شغالة في القناة بس عادي لو متعيش بقى وكل واحد باكل لو متعيشه على طريقته وفي ناس بتاخدها بالتطبيل وناس بتاخدها ان هي قاعدة هاجم في طوب الارض زي عالتي كده فاني عاجبك هذا الفيديو اعمل لايك ولو معجبك شي اعمل دست لايك وفي الحال تتذكر دايما ان احنا نليما نكتكلم عن الكورا فطبينك تجد الكورا في اوروبا مختلفة عشان خاطر الريتم في اوروبا مختلف جدا وريتم دورة ابطال اوروبا مختلف جدا واسرع الريتم في العالم بالنسبة للكورا دلوقتي ايه هو رتمتع الدور انجليزي فانت ا suspectedكتكلم عن دور انجليزي يتجبي رتم سريعجدا تنزل تجد الدور الإسباني الرتم بريء بطيق شوية. تنزل تلاقي الدور الفرنسي تحس انك ادخل تعسيلة. تنزل شوية تاني للبطولة بتاع زي الاوروبا تلاقي برضو الرتم تاعبان شوية. تنزل بقى للدوريات الخليجية تلاقي الرتم ضيع شوية. الدوري الوحيد اللي في الخليج اللي الرتم بيعلى فيه هو الدور السعودي. تلاقي الرتم عمالية اهلا اهلا. فعشان كده كما عكد منزل من شوية ان السعودي هي المنافس الوحيد لدول عرب افريقيا اللي هو مصر والامارات مصر وتونس والمغرب والجزائر انا بالنسبة لي شايف كده لو انت شايف حاجة تانية انا تماني ولا ان المنتخبات الخليجية تصدرنا الموطشات الجاية بس انا فصراحة مش حاسس كده لو انت حاسس كده اول